بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوخذ من قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى قوله تعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يوخذ منها أولا أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه رسول ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ويوخذ منها أيضا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وما ينهى عنه فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويوخذ من هذه الآية العمل بالسنة والاحتجاج بها فإنها وحي من الله سبحانه وتعالى وفي هذا رد على الذين يقولون نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة لأن السنة تروى بالأسانيد ويعتريها ما يعتريها من الجرح والتعديل وأما القرآن فإنه متواتر فيأخذون بالقرآن بزعمهم وقد كذبوا في هذا فإن القرآن يأمر بالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فبين أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا فألفاظه من الرسول ولكن معناه من الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الظالة في قوله صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أريكته يبلغه الحديث من سنة فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ويوخذ من هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا إلا عن البلاغ وأما هداية القلوب وتوفيق المدعو إلى القبول فهذا إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا الذي يحاسب الناس هو الله جل وعلا والرسول إنما هو مبلغ ومقيم للحجة رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فمن بلغته الرسالة فإنه قامت عليه الحجة وهذا يوخذ منه أن من بلغه القرآن وبلغته السنة فإنه لا يعذر إذا بقي على ما هو عليه من الضلال لأنه قامت عليه الحجة قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وإنما يُعذر بالجهل من لم يبلوه شيء من القرآن ولا شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوخذ من هذه الآيات أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فحسابه على الله فإن الرسول قد بلغه وأدى ما عليه وهو لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيته للرسول كما أنه لا يضر الله جل وعلا بمعصية الله وإنما يضر نفسه وانقطعت معذرته أمام الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله سبحانه وتعالى ولهذا تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى يوخذ منها أن الناس انقسموا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقسام ثلاثة كما بينا قسم أطاعوه ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون المتقون وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا وقسم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون والملحدون وقسم أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر وخالفوه في الباطن وهؤلاء أخبث من الكفار وهؤلاء هم المنافقون سموا بالمنافقين لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فهم أظهروا شيئا وأخفوا ضده ويوخذ من هذه الآيات أن المنافقين يخفون كيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهذه طريقتهم قديما وحديثا فهم دائما على السرية الباطنة ومنهم المنظمات السرية الآن التي تكيد للمسلمين باسم الإسلام فهؤلاء هم من المنافقين المنافقين النفاق الاعتقاد والعياذ بالله فهم أخس أنواع المنافقين المنظمات السرية التي لا تكاد تعمل ضد الإسلام وضد المسلمين وتبيت لهم الخطط الماكرة وتدبر لهم الكيد وهم يدعون الإسلام مكرا وكذبا ولكن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط ويوخذ من هذه الآيات أن تستر المنافقين لا يمنعهم من اطلاع الله عليهم كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وهنا يقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيته ويوخذ من هذه الآيات أن المنافق تقبل علانيته ويعتبر مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يتولى جزاءه ويعلم ضغينته ولكن الله جل وعلا يؤجله من أجل الإملاء له حتى يزداد إثما والعياذ بالله ويوخذ منها وجوب توكل على الله وعدم التأثر بأقوال الأعداء وأفحالهم وهذا أمر مستمر في المسلمين من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإن المسلم يتوكل على الله ويمضي في طريق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع والجهاد في سبيل الله ولا يصرفه عن ذلك عذل عاذل أو تخذيل مخذل لأنه متوكل على الله لا يريد من الناس ثناء ولا يريد منهم مدحا ولا أجرا وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه يكفي من توكل عليه قال تعالى في هذه الآية وكفى بالله وكيل وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويوخذ منها أن من توكل على غير الله فإن الله يكله إلى من توكل عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن توكل على شيء وكل إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر